شي وحدين كيستحب ليهم أن المغاربة عندهم القرون ولا ما كيفهموش ولا ما عارض فيديوهاتهم أخوتي كل هشوها وفضائح ومضاربات وهضرة قيحة ودابا مول حناك غمع طاعة الله نعسته فاقت وقدتك حقا ما حقا أنا بغانتطلق عيت من الدل وعيش من الحجرة إنسان قوي حد مدرسة الخطواتي أنا إنسان قويه مبغيش نصبري على الدل ومكاملة حتى شهرين كيبانوا في واحد برنامج في يوتيوب يشكرون في بعضياتهم ويتعنبون على بعضياتهم قدام الكاميرا بالأب العكس أنا كم بغيزة قصة من بلللعب أن نرجع الزمان لور تعود تخطاري راجلك أقول ليش كل ما يبغى أقول له معاتيق وزيادة على هذا الشيء بعد أخوتي الكاركتير ديالها عربها الكاركتير دياله ونزيدكم حتى هي كتخسر الهضرة كما وردني من الناس اللي تعاملوا معها غيهية في البرانكات اللي كتدير مع مهرس الفم ديال راجلها كتبغي تبغي تبانزعمها هي هذيك الزوجة والأم الصالحة وتستحمر عباد الله باش يبقى وصحاب الإشار يعيطوا لها ولكن بلات يا أخوتي رسمعتك يقولوا أن هذا العيد الحولي غالي والصيف قرب وخصوشي صيف والفاهم يفهم المهم أخوتي ما نطوش عليكم جبت لكم في هذا الفيديو الخبر اليقين واش بالصح السامع غتطلق من راجلها عاتيق ولا غير طالقينها علينا باش يروجوا الدعوة شوية ويطلعوا نسب المشاهدة وإذا بغيتوا تعرفوا أخوتي على هذا الشي كامل تابعوا هذا الفيديو من الأول حتى الأخر السلام عليكم أخوتي ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد كنتم مننا تكونوا بخير وعلى خير وفقاتهم الصحة والعافية كنتم بغير نشكركم دائما وأبدا على الدعم ديالكم على الوفاء ديالكم لهذه القناة على التعاليق ديالكم على اللايكات ديالكم وشكرا لكم بزاف وكنتمنى دائما نكون خفيف الضل عليكم ونكون عند حسن طن ديالكم أخوتي واخوتتي من المكتوك تتابعوني سواء من القرى من المدن من الجبال من الدواور من أي بلاصة مرحبا بكم وأعلى في مرحبا ومن داخل الوطن وخارجيه قبل ما نبدأ معكم أخوتي هذا الفيديو عطيوني اللايكات ديالكم وكلكم الله يرحم لكم الولدين جمجمولية هذا الفيديو ما ستخسروا شيئا حاجة حطوا غير صباعكم على ذلك اليدين اللي تحت وغتفرحوني اللاي عمر ربي فرحكم الدنيا واخرة المهم أخوتين ندخل معكم مباشرة في موضوع ديال هذا الفيديو وكيف شفنا مؤخرا سامية دير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الطلاق من راجلها عتق بحجة أنه كتكرفص عليها كتكرفص عليها كيف فعلها كما لو أنها تشير الله يبدأ عندهم البارح ومارسينين ومعلى هذا المنوال المهم هذا أنا اللي بغى الطلاق و أنا اللي بغى نطلق و أنا اللي بغى نسالي هذا الشي كامل حيث كنقول صافي بغى الرتاح وهذا الجوج بعدها معروفة عليهم كديروا البارانكات بزاف يعني المقالب فكيفاش بغيتو الناس يتقوا بيوم دابة طال الله أقولوا لي فكروني غير في قصة هذك الكلون يعني بهلوان أخوتي اللي ديما يضحك الناس ديما يضحك الجمهور واحد نهار سيكون حازين وكائب ولكن مع هذا يخص يخدم لأن هذا هو القتلي يومي دياله سيطلع على خشبة المسرح ولكن مع ذلك الحزن والاكتئاب سيحس براثه مزيار وليس يضحك أو أي شيء و مع ذلك الجمهور سيبدأ يضحك عليه فهذا تماما هذا الشي اللي يقع مع السامية وعاتق و ديما كتبوه علينا ديما المقالب الخاوية ديما خاص من المصالحين و دابة حق ما حقه نحن سنطلقه و بطبيعة الحرة لا أريد أن يتقيقهم المهم ليس مشكلة في هذا الفيديو كما قلت لكم عندي الخبر اليقين يسيروا معي و صراحة الله إلا بغينا نكونوا حقانيين عاتق كيطيل سامية تمرميك في فرانكات لعلك ترضى و المصيبة الكبيرة و ولدهم كيسمع ذاك الشيء وباقي صغير يعني ما كيعرفش يفرق ما بين أن ماما و بابا غير دير المقلب في اليوتيوب ولو شرا هم ضاربين بالصح يعني الدري باقي صغير ما عندوش ذاك النطج و ذاك الوعي باش يقول لا ماما و بابا رغيك يضحكو أو لا دير المقلب باش يحطوا الفيديو في اليوتيوب باش يترزقوا على الله الى اخيري اي صاحب وراء بصح وبالتالي سيتعقد ذاك الولد الصغير سيتعقد لماذا هذا الشي كامل على قبل الاتسنس و من بعد سيري تتبعي والدك قولي ما الولدي كبر ليها كما الولدي ولها كرشح ويج الأباء را ما يردوش ليهم البال خاصكم بغي ما تردو البال لهذه القضية و خاصة منين يكونوا الولدين بغي يتخاصموا أو لك يتناقشوا في موضوع ما الأحسن يكونوا الوليدات في المدراسة او لك بيتهم سدين عليهم او لك يلعبوا برا ما الأحسن إذا أردتو أولادكم يكبروا في واحد البيئة سليمة و منين يكبروا ليكونوا عندهم ذاك الخجل المفرق و يكون عندهم عقاد و يكون عندهم ما نقول لكم بحل كيتحسوا من عباد الله بحل ما تقيقينش فراصهم في بزاف دي الحويش ما نقول لكم أخوتي هذا الاتسنس والله يتعمى هذ المؤثرين التافهين و هذ المؤثرين دي الكيلو اللي في صراحة ما تساوي انتشي حاجة اللي يمشي للعمرة و ما زالك يتعاطى مع عباد الله يعني يشوفوا قمة الحقارة و قمة النفاق يا ربي تسمح لي يا ربي تسمح لي يا ربي تسمح لي ما يمكن شهد السيدة قد كي أول واحدة نكفة بالدهب ماذا يدين للبيت الله باش أنك تغسل دنوبك و أنك توبة بزاف دي الحويش و باقي التعاطى من ما العمرة ما العمرة يا صاحبي تتعاطى و هذ المؤثرين يفايلوا على رأسهم بالمرض باش يطلعوا نسب المشاهدة هل يدير راجلها و عقوزها محتوى اللي يرد بنا مع هاد القوم عينة عينة والله يتعينه و من هاد المنبر أي زوج يدرب مراته ضلما و عدوانا فهو ما شه راجل و لا ينتمي البتة لفئة الرجال هذا الشخص ناقص أخوتي و عنده إطرابات نفسية خاص يمشي عالج راسه الزوج خاص يفرد راسه في الدار ولكن مش بها الطريقة اللي يورينا عاتق كي يسلخف سامية و تصرفيق و الحالة حالة 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 نعم طلعه حالة 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 تلوحها في الأرض و كان الناس في العالم اللي يموتوا بالجوع مستكن ما القاومة يأكلوا أقليل ترابي انت هو هذا الشي خلي معك نرجع لخبر طلاق السامية و عاتق و أول حاجة أخوتي هو أن السامية بصح رفعات دعوة الطلاق على عاتق و خلت الناس يطيقوا لأن هو حقك يحقر عليها يضربها ويعيرها إلى آخره وبعده كي يسألون معي عندما ترى هذه المؤتري الفشلين الكاميرا مفتوحة و تصوير دائما دائما تصوير ترى عند كاتب عمومي يصوره ترى العمراء يصوره ترى المقبرة تصوره وبقى اليوم غير يتراح يصوره لنا و اللي وقى ينس لا نسيش فاتحكا تصورات يتراح الله يمسخها و لكن القضاء المغربي النازير على حسابه المهمة أخوتي هو أن ساميان متفق مع عتيق لكي يتطلقوا و لكن غير حبر على ورق يعني غير متفق مع بعضياتهم في الورق أنهم غير مطلقين و لكن هذك شغي بيناتهم و من بعد غير يرجعوا بقابل الحال والتفاعل طالع و عمار داخل يعني الفلوس داخلها و التفاعل و كل شيء يهضر عليهم يتطلق لدي ماندير لدي جولدات وهذه الحياة قدرت يكتب علي مكتاب حسن من هذا المكتاب الذي أعيش فيه أنا صبرت كثيرا ضحيت وهذا كيف تلاحظوا أخوتي تزامنا مع العيد الكبير و كما يقولون بعض الناس أن الحاولة هذا العام سيكون غالي و الساميان أعجبها الصردي سنال الحليب عرفتوا هذا الحاولي الزوين اللي قرونه ضيرين عليه و عد الصيف حتى هو للأبواب يعني بنادم كيف يريد التلجئ و شوية يرتاح فهمتوا و يتصنط على عدماته يعني يا أخوتي خلاصة القول أن السامي و عاتق لا يتطلقوا بصح بحل أي كوب يعني يتفارقوا كل واحد يتطريقوا لا السامي و عاتق يتطلقوا هذا الشيء كبرانك و لكن المصيبة الكبيرة أخوتي اللي خصنا نرده لها البال هو أنه يضيعوا لذيك المحكمة الأسرية وقتها لأنهم يبدوا يعالجوا واحد الملف لا أساس له من الصحة وهو مرة بالفعل متافقين أن السامي غاتق رفع دعوة ديال طلاق محكمة الأسرية النطر مارت محامي والهيلالة والحلحة لو يضيعوا العباد الله و يضيعوا الموظفين وقتهم فقط من أجل التفاعل فقط من أجل الأدسنس في حين كان قضايا حقيقية للمواطنين و المواطنين اللي ما عندهم تشعر علاقة بالسوشال ميديا و تشعر الأدسنس و التخربق اللي يدافعين ربما ملفات ديالهم اللي ربما واقفين على الطلاق اللي ربما تديرين دعاوي بزاف ديال الحويج كتجينتها السامية باش تدخلي فلوس الحولي و تدخلي فلوس الصيف و ما أعرف ما كانت تصابون و ما أعرف ما هو؟ و تبدأ تدير هذه الحالة و تضحكي على القاضي و تضحكي على الموظفين و تضحكي على رجال السلطة حشوما و عيب و عار والله يتحشوما و عيب و عار والله ما فهمت هذا الأفلام ليس غيسالي و شنار من مواقع التواصل الاجتماعي وللا ما أقول لكم أخوتي هذ المؤثرين تافهين هذ المؤثرين ديال الكيلو و حق الله إلى شوهون ما ما بقيتش فهم أن ابنا دم أخوتي على قبل الفلوس أو يضربوه في العرض والديهم و تدير طلاق ديال بالعاني و تدير الشفق و يقول لك أن أدرت عملي هذه المرارة و حضمت تافقه مع راجلها بأنهم ضربين و ستطلقوا و راهدا و سمعت أنها راجع علي و كتكتب على عباد الله هذا الشيء كامل على قبل الأطنس ما بقيتش فهمين و لأن المتتبعين فهم ما كيبغوا أن نوع ديال المحتوى ما بقيتش فهمين و بهذا القدرة أخوتي كنوصل معكم نهاية هذا الفيديو و نشكركم جزيلا شكر على المشاهدة و الناس اللي بقين ما بابونيانش فلاشينت تابوني والله يحفظكم والله يسهل عليكم و كنتمنى نكون دائما عند حصن الضم ديالكم و قبلوا عني و إن شاء الله نحاول نتطور من المحتوى و نحاول أنني نخدم عليه العيبات و بزاف ديال حويج إن شاء الله و كنتمنى شنهار نفاجئكم بشيء حاجة اللي تكون أحسن وأحسن تهلووا لي يا فراسكم والله يسهل عليكم الله ينصركم و الله يحفظكم و نتلاقوا في فيديو جديد عما قريب الله يعونكم موسيقى